استضاف الدكتور محمد البدري سفير مصر في بكين لقاء مفتوحا حول استراتيجية مصر الناجحة في مكافحة الإرهاب حضره لفيف من رجال الدولة بالصين والسفراء والعسكريين المعتمدين لديها هذا واستعرض الدكتور البدري المحاور الأساسية للاستراتيجية المصرية في مكافحة الإرهاب مركزا على النهج الشامل لها بعد ثورة الثلاثين من يونيو كما تم استعرض جهود القوات المسلحة والشرطة في مكافحة الإرهاب دون المساز بأمن واستقرار المواطنين المصريين وحقوقهم وامتداد دورها ليشمل تحقيق أبعاد تنموية واكتماعية داعمة لجهود حفظ الأمن والاستقرار في سيناء وعموم الوطن